حد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقودة الأربعة من حكم النظام الإيراني كانت أربعين عاماً من الفشل والفساد والقمع والإرهاب وكتب ترامب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية أن النظام الإيراني لديه أربعين عاماً فقط من الفشل مشيراً إلى أن الإيرانيين الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلاً أكثر إشراقاً شكراً للمشاهدة